للمزيد من المتابعة نتحول إلى مراسلنا في العاصمة الألمانية برلين عربي مرزوق عربي أهلا بك معنا يعني اليوم المحادثات لماذا الحديث عن المحادثات بين شولز وبوتين وأنها ليست مسجلة أو مسجلة وما إلى ذلك هل من العادة هل من الطبيعي أن المحادثات بين رؤساء الدول أن يتم نشرها للعلن وبالتالي هناك اتهامات بعدم التسجيل أم أنها ذريعة جديدة للحكومة الألمانية بسبب تأخرها عن التسليح لأوكرانيا كما يرى المراقبون فكيف يرى المراقب الألماني لديك ذلك الحقيقة رعد الأمر كان مفاجأة صباح اليوم لأن هذا التقرير هذا الحوار تم نشره على صحيفة زودو تشايت سايتونج ومنشر الصحفة الموجودة في ألمانيا وأوروبا ومشهورة جدا بصحة المعلومات التي تنشر عليه هذا السؤال وجهها من الصحيفة تحديدا إرى رئيس الأرشيف الفدرالي الوطني هنا في ألمانيا حول هذا الأمر تحديدا والرجل قال أن هناك بروتوكول معين يتم بين الدول خلال المحادثات التي تتم بين زعماء الدول مشاري الألماني ولاف شولز وأي رئيس دولة أخرى في العالم حول عملية تسجيل هذه المحادثات وما تم الاتفاق عليه بين الجانب الألماني والجانب الروسي هو عدم تسجيل هذه المحادثات بشكل كامل محادثات التليفونية بين الزعيمين ولكن يتم اختصارها في نقاط معينة وإرسالها إلى الأرشيف الوطني هنا في ألمانيا أو سواء بالنسبة للجانب الروسي هنا في ألمانيا هذا الأرشيف متخاصب بالطبع في تفير كل هذه المعلومات للحكومة الألمانية وللجهات المختصة التي تحتاج معلومات عن كل الاتفاقيات أو المعلومات التي تتضمنت في هذه المكالمات التليفونية وبالتالي هي أزمة كبيرة هنا للحكومة الألمانية وحتى إلى صنيع القرار الألماني والبرلماني الألماني البندستاج لأن لا توجد معلومات حول هذه المحادثات ربما روسيا هي التي اشترت تهاز الأمر حسب التقرير اللازل الوشرة صباح اليوم بعدم تسجيل هذه المحادثات بين الجانبين الحقيقة راعد الرجل يعني بعد هذه التصرحات صباح اليوم جاء رد فعل من المعارضة أو السياسين ألمان تحت قبة البرلمان الألماني البوندستاج وكل من يجلس داخل البرلمان الألماني البوندستاج بالطبع لديهم معلومات هو قريب للسلطة ومن الشرق ألماني بشكل كبير وهناك من ذهب وقال حسب معلوماته الشخصية في البرلمان الألماني البوندستاج أنه ربما كانت هناك خلال هذه المحادثات يعني تهديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المستشار الألماني أولاف شولز باستخدام السلاح النووي إذا تم التعدي ربما على الأراضي الروسية خلال هذه الحرب وأيضا إذا تم إعطاء أصلاحة متقدمة إلى الجانب والأقران وحسب تصرحات السياسيين داخل المرلمان الألماني البوندستاج تحديدا إلى زودتشات سايتونج دون ذكر اسمهم بالطبع لذلك تأخر ربما المستشار الألماني والأولاف شولز وفاقرة كثيرا وقام بالاتصالات التليفونية مع الهاتف المتحدة الأمريكية وباقي شرقاء النيتو لإعلامهم بفحوا هذه المكالمات لاتخاذ القرار الصح بين وجهة النظر الألمانية والأوروبية وحلف النيتو لإعطاء الأصلاحة إلى الجانب الأقراني الحقيقة هو الأمر متشابك بشكل كبير لدرجة أن رئيس الأرشيف الألماني قال أنه الآن الحكومة الألمانية تجري وبما ستجري تعديلات وضرورة إبلاغ الجانب الأوكراني والجانب عزرا الجانب الروسي حول هذا الأمر وضرورة تسجيل هذه المكالمات في المستقبل لأن لا توجد معلومات متاحة هنا في ألمانيا عن فحوا هذه المكالمات يتم الاعتماد بشكل كامل من الوزرات الألمانية والمؤسسة الألمانية على المقاطر التي يتم تسجيلها بقرار المقبل رئاسة الألمانية طيب عربي ما تأثير هذا الحديث على الشارع الألماني على المتابع الألماني على المعارضة كيف تلقت هذا الكلام خصوصا أن هناك أصوات معارضة في برلين لاستمرار الحرب أو لاستمرار الدعم الغربي لأوكرانيا بالطبع ما زال هناك قطاعا كبيرا هنا في ألمانيا ضد إرسال أسلحة متقدمة إلى أوكرانيا بطيعة لا يشتعل الصراع ويمتد إلى راضي حلف النيت والتحاد الأوروبي ولكن راض المعارضة الألمانية تحديدا أن داخل كبة البلماني الألماني البندستاج وهم حزب المسيحي الدمقراطي حزب المستشار السابقة أنجيلا ميركل وأشعر سياسيين هنا في ألمانيا هم الذين تكلموا عن هذا الأمر عن التهديدات النووية تحديدا إلى الجانب الألمانية التهديدات النووية بربما استخدام السلاح النووي الحقيقة راض الفعل بالطبع على المحلين هنا في ألمانيا والشارع الألماني ومن يكرسه في الألمانية أن هناك افتقار للمعلومات وكل كبير جدا في المعلومات المقدمة للشارع الألماني ولي صناع القرار داخل البرلماني البوندستاك حول فحو هذه المكالمات المكالمة بين المسار الألماني أوليف شولز وبين الرئيس الروس فلاديمين موتن قد تمتد إلى ساعة وصاعة ونصف وفي النهاية نقاط بسيطة جدا التي تخرج للسياسيين داخل البرلماني البوندستاك نعم عربي مرزو مراسلنا في برلين وفر شكري لك لما أبدايت من تفاصيل